مكتوب كتابي من سنتين وهو بعد كتب الكتاب سافر بعدها باسبوع لدولة تمام من طوال فترة السنتين ما كانش بيصرف علي اي حاجة ما كانش بيبعث لأي مبالغ ما كانش فيه هدايا ما كانش فيه مواسم ما كانش فيه اي حاجة خالص لا منه ولا من اي حد من طرفه جي من قبل انزوله بشهرين بعد السنتين ومفروض ان هو يتم الجوازة جي قال ان هو مش هيتمه علشان هما مش هيكتبوا اي ما وانتو كتبتوا قبل ما تكتبوا اي ما اه احنا كتبنا لان وقتها كان فيه ظروف وكتبنا الكتاب قبل ما يسافر وقال لما يبقى ينزل كتبت الاي ما دي هتكون لما يتجاب الشقة والعفش السؤال طبعا لما جينا بعد ما جيبنا الشقة وجينا نجيب العفش فقلنا ان والده لان انا والدي متوفي والده اللي يكتب لنا الاي ما فهم رفضوا وقالوا احنا ما بنكتبش اي ما تمام بس انتو متفقين من البداية ان انتو هتكتبوا اي ما هو رجع قال لأ انا ما اتفقتش وانا مش بكتب اي ما ومش من عادتنا ان احنا نكتب اي ما تمام فاحنا ساعتها قلنا ايه قلنا طب خلاص مش مشكلة الاي ما ده ورق يعني ما صممناش عليها طيب بس هم صمموا ان لأ ان خلاص احنا مش عايزين الجوازة دي وقعد شهرين يا شيخ ولا بيتكلم ولا معرفين اي حاجة في اي حاجة وجي بعد الشهرين دول كلهم مختفين عننا وما بيردوش علينا ولا بيتكلمونا جوهم قال ان هم عايزين الطلاق تمام انا عايز اعرف حقوقي ايه في الطلاق هو كاتب مؤخر تمام والشابكة هو ما جابش شابكة قال هجيبي الشابكة ساعة الفرح جايب بس ديبلة ومحبس هو ما دخلش عليك يا انجي صار طيب شكرا 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 طيب ست انجي بتسأل الكلام كله بيدور حول الفرق بين الزكور والرجال فالرجال يا انجي يا الرجال ست انجي اذا حدث لا يكذب واذا وعد لا يخلف واذا اتمن لا يخون الرجل يوفي ولو على رقبته الصدق منجاه والكذب مهواه اخ الكريم يا رب كون سمعني لو انجي صدق في الكلام ده اعلم انك خنتها وخنت كلمتك وخنت عهدك كلامها عد في الدنيا ومبروك برافو حبيبي هتطلع اهو من غير ايما واتطلع بعد اما ربطتها جنبك سنتين ما انتش خسران حاجة صح يا حبيبي لكن يوم الايامة بقى الخسران هناك والخزي هناك ولو لم يكن هناك ذنب انت اقترفته الا ان البنت دي تعلقت بيك او حبتك وانت قسرت بقلبها فذاك اشد جرما عند الله من كل انواع الزنوب اللي هتيجي بها احضر ان تكسر قلبه انسان تعلق بك رجل كان او امرأة احضر ان تغضر بانسان وثق فيك احضر ان تخون انسانا امنك واستأمنك واحنا بنتكلم على السر وقتم الاسرار وربنا في القرآن بيقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون للأسف يا انجي ملكيش اللي نص المؤخر شرعا نص المؤخر لو انت لجأت للقانون ما عرفش في القانون ما فهمش في القانون اذا كان لكي نفأ ولا ملكيش نفأ لكن قبل الدخول لكي شرعا نص المؤخر وسمحيني عني انتي غلطانة لأنكم وثقتم في غيري ذي اهل للثقة يا جماعة اطول اية في القرآن اسمها اية الدين عارفين ليه اقولكم ليه قبل الفاصل معلش عارفين ليه اطول اية في من ليه ما كانتش اية الصلاة ليه ما كانتش اية تتكلم عن ربنا ولا عن الصيام ولا عن النبي حتى صلى الله عليه وسلم علشان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصلى على واحد مديون علشان النبي لما قاله واحد مديون قال لهم صلوا عليه انتو فصلوا عليه تاني يوم سيدنا ابو الدرداء قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انا سديت الدرهمين اللي كانوا عليه كان سرق كم الف ولا كان عليه كم الف طبعا الصحابة متسرقش انما أنا بقوله يعني كان عليه كم الف كم مليار كم مليون كان عليه درهمين فسيد النبي قال له معنى الكلام إن دلوقتي في اللحظة اللي انت سدد فيها جلده برت فأبره تخيل فده دين يا سيدي عليك دين مادي ودين معنوي الدين المادي الأيمن اللي شفت طهر والدين المعنوي هذه البنت التي رسمت حياة معك والتي انتظرت رجوعك بفارغ الصبر والتي أطالت عليك الصبر وتحملتك في كل شدة وتحملك أهلها بكل أدب واحترام لمواسم أي نعم ما بيقولش الكلام ده الإسلام إنما العرف والمعروف عرفا كالمشروع شرعا والمشروع شرطا ما لم يصادموا نصا فأنت حضرتك استعجلت وجوستها وصرفتش عليها ليه مش دين رجولة فعود إلى الله لعلك تسمعني للأسف يا أنجي انت ما تكيش إلا في الشرع نص